اليوم راح تكون يانا ريهام وراح نتحدث وياها عن رحلتها إسعاد صباحك نشار صباحك أهلاً وهج أهلاً سهلاً بيتش عبيبتي سعيدين لي وجودك ويانا أنا أسعاد وليمكن اليوم احنا كثير ما نسمع عن مصطلح تمكين المرأة وأنه احنا ندعم المرأة وما إلا ذلك ولكن لو نتحدث عن هذا المصطلح ونتوسع بي ما هو المقصود بتمكين المرأة أسباح الخير لما نيجي نحكي شوفي تمكين المرأة وهج بدنا إحنا تسابورتر بدنا نيجي ندعم المرأة ديجي نحكي تمكين المرأة بدنا نأول المرأة الكل في عند الأمراض لغط في قصة تمكين وتمكين وإن هاي الشعرات موجودة والكل بيسمع بكل مكان عن تمكين لما نحكي تمكين نحكي تدريب للمرأة لما نحكي تمكين بدنا نوعي مدارك المرأة بدنا نشوف هي بدها وين بدها تكون بالمستقبل بدنا نخليها بسوق العمل بدها تخليها متمكنة قوية اجتماعياً بدها تكون متمكنة عندك إياها مالياً متمكنة عندنا إياها هل إن شاء الله سياسياً وبدها تكون كمان اقتصادياً لما نحكي بدها تكون يعني هي قادرة إنها تكون نحكي هذا الإيكون هاي عندنا إياها الانتتي بتكون عندنا إياها موجودة بالمكان وتكون شيء added value بكل مكان موجودة حلو يعني هي نضيف قيمة لكل مكان تتواجد بي أكيد ولكن نشوف بعض الصيدات هم ممكتشفين هذه العملة اللي بداخلهم فيقول لك إنت شون نقدر نمكنها وإحنا ما عارفين نقطة القوة عندها فالفكرة اليوم كل سيدة تتابعنا اليوم وشاء ممكن تكتشف شن نقطة القوة اللي داخلها اللي تشتغل عليها حتى تتمكن أكتر وتكون هي قوية متمكنة من جميع النواحية ذكرتها هاي بدا تيجي تسأل حالها سؤال هي إيش بدها تكون إيش هي الباشن تباحها إيش الشغف تباحها إيش عندنا الهويات تبعتها إيش بتحب تشتغل في كتير عندنا سيدات ما بيكونوا عارفين هم إيش بيحبوا إنه كتير في عندنا بيزنس وأعمال طلعت من اللي بتكون المواهب الموجودة عندك بتكون إيش أنتي بتحبي تعملي وتدخل بهذا الشغف تباحها بس المهم إنه تكون الشغف تباحها يكون عندها إذا عندها مشكلة كان نحكي لك أو عندها قابب هذا نحكي هذا الفيلد تشتغل عليه ندربها نعملها كوتشنج عليه تقوى فيه وتبلش حلو طب ليش دخلتي هذا المجال تحديدا أنا شوفي أنا كتير مع المرأة وأنا سبورت المرأة كتير وأنا كتير من منظمات عنيها هون موجود عنيها بالأردن وموجود عنيها خارج الأردن عنا يعني زي ما إحنا عارفين عنا أصلا نسبة القوى العام لعنا المرأة في الأردن كتير قليلة ومن زمان مش عن جديد فيعني قد ما بقدر بحاول إنه المرأة تكون موجودة بحاول بكل المحافل بكل الأماكن بكل الجلسات بكل الاجتماعات بكل هاي السيشنز بكل هاي المؤتمرات إنه إحنا نوصل صوت المرأة نقدر ندعم المرأة بس ندعمها بأشي صحيح بدنا نشوف إحنا آوتكم بدنا نشوف مخرجات مش شغل شعرات ونمشي ومشي جس أون يعني بحكي لك كمان إن عمان إحنا بحكي لك على كل محافظات يعني أنا بشتغل عندي جوه عمان وخارج عمان نمكن عندنا المرأة بشغلها نعمل لها عندنا بمساعدتها باللجستيكس يعني هو أبطل يمكن تمكين المرأة ما ينحصر بدولة معينة اليوم الموطن العربي بشكل عام نحتاج أنه إحنا نثقف لهذا الموضوع أكثر وأنه نظهر للناس الصورة الحقيقية لكن أتحدث عن الجانب الشخصي اللي حضرتش متى بدأتي بهذا المجال الرحلة شون كانت دخوليش لهذا المجال كذلك هلا أنا الباكي جروند دراستي أنا بزنس دراست أعمال يعني أول بزنس متحته بال2016 كان نفس الشي كان للمرأة وكان لطفل وبعدين نتوجه في أساس قصة الكورونا ما الكورونا كنت أكمل أنا دراستي خارج البلد بس اضطريت أن أكون موجودة بالأردن فبلشت عندي بال2020 يعني نهاية 2019-2020 بهذا الفيل بالترينيج بالكوتشينج بالأدفايزرينج بالكونسلتيشن بالاستشارات يعني بالاستشارات والتزريب وهذه الأمور ومنحكي إحنا على المرأة ما منحكي إحنا بس نحكي أنه على الهوم بزنس أنا عم بأخذ من الأفكار وهج يعني أنت بيكون عندك فكرة أنا ببني الفكرة تبعتك بشتغل مع الفكرة تبعتك إذا كانت فكرة مع اليوث مع الخريجين مع الـ SME، الـ Small Medium Businesses، مع الـ Micro Businesses، مع الـ Home Businesses حدث عندي مع الـ Corporate Accounting عندي أنا بشتغل معهم حلو وهذا طبعاً بيأخذ عندي على بوث طبعاً على السيدات وهذا بس كثير أنا فوكس مع السيدات لأن كثير عندي أنا عضوة بمنظمات تعنى بشؤون المرأة تعنى بتمكين المرأة تعنى أن المرأة نعملها عندنا هذا التطور تطور عندنا بالأعمال خاصة عندنا عن الكوبيد-19 عند الكورونا قديش أثرت عندنا على الأعمال وخاصة عندنا بالأردن اقتصادياً كثير يمكن الوطن العربي كذلك بشكل عام تأثر جداً من موضوع كورونا ولكن اليوم يمكن السيدات أصعب شيء يعدهم هي الخطوة الأولى يعني الواحد يعرف هاي البوش أنت هاي البوش اليوم تحاولين يعني تقدميها لكل من يطلب استشارتش ولكن اليوم شنو أبرز التحديات أو يعني إلا حتارات ماكو طريق إحنا ممكن نفوت بي ونلقى مستوي إلا ما نواجه بعض الأشياء ولكن مواقف أخرى تحديات أخرى ممكن نتواجهها المرأة في حال حبت تدخلها للمجال هلأ ممكن نيجي نحكي أنه ممكن إذا كان بعمان هم بره عمان نحكي المسافة الأشياء اللوجستيكس بدها تكون تعرفي دور المرأة إنت قداش عندك المرأة المرأة بتكون معلمة اسبشال إحنا عندنا هلا أونلاين المرأة عندك ياها بدت تكون بالبيت تكون عندك ياها عندها كتير مهام كتير عندها مسؤوليات عندما نحكي ماديا نحن نحن هنا في الأردن تكون المرأة نحن نحكي متعلقة أكتر كماديا مع الزوج فممكن هاي تكون شوية عقبة اسبشال إنه عندما نحن نقدم نحكي للبنوك للفوند للمؤسسات بطلبوا أشياء كتير ما بتكون موجودة فإحنا منحاول إنها تيجي تسجل يعني تسجل شركتها لو كانت عندها هوم بيز بزنس الأعمال تكون عندها المنزلية تسجلها تكون لأنه هلأ الإجراءات صارت عناياها أسهل أسهل بسيلا المهم واهج أنها بدأ تيجي تبلش يعني تيجي تبلش عندها أي مشكلة نحن نعملها كوتشن نعملها الترينيج بحكي لها كل شيء بزنس إحنا للأسف ندخل عنا سوق العمل أو تيجي تفتح عمل أو تفتح بزنس كلمة بزنس ما بتعرف شو معناها ما بتعرف ما بتترتب لازم تكون عندك مالية إدارية عندك بالموارد البشرية كيف بدك تعمل العمل كيف تكتبشي هاي العمل خون بيكون عندنا نقص لأنه هاي ما تعلمنا يعني في هاي الأشياء ما تعلمت لا بالمدارس ولا بالجمعات فأنت اليوم يعني الخدمة التي تقدميها أنه أنت في حال ما بدأوا البزنس وواجهوا أي حترة أو حتى قبل ما يبدأون البزنس ممكن أن تكون فكرة معينة تبنوها سواء أو ممكن بعض الأشخاص في تحول البزنس الخاص بهم بيزبط ما بيزبط بالضبط لأنه كل سوق عمل أعتقد وكل محيط يكون مختلف عن المحيط الآخر طيب اليوم بالنسبة لسيدات اللي فزحوا عمل أو خاضوا هذه التجربة فشلوا بيها انتهت هنا راح نشوف أنه مو أحد راح تكون عندها قابلية أنه يرجع يبني من جديد فبهذه الحالة بالضبط شو ما ممكن يكون العمل هلا شوفي إذا بتكون إنتي عارف أنه في عندك خسارة وقفت هذه الخسارة أتعطيها هذه الشطارة بالنسبة لك وهذا فوز يعتبر حلو أنه نوقف الخسارة أنت توقف الخسارة هذا يعتبر أصلا قوة بالنسبة لك بدك تشوف هلأ بلان بي بدك يكون عندك بلان بي بدك يكون عندك أكشن تانية ما توقفي يعني هذا أو يعتبر عنا عائق 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 كثير موجودة والكورونا موجودة ليس موجودة على الأردن موجودة عنها بالعالم كاملة فما بدنا نيجي أنا لم أحب أن أحكي شماعة الكورونا شماعة الكورونا بضبط المنبع هنا ممكن نطلع المنبع هنا ممكن نبيعه الأسواق ما كانت هنا موجودة ممكن الأسواق الثانية منحاول أد ما نقدر أنه يكون في بلان بي لكن لازم لازم نيجي نكمل لازم نتطلع لابكرة لازم نكون عندنا الانتظام نحن ما بفتح أنا البزنس بس اليوم تكون عندنا المخ دائما نفكر خارج الصندوق تكوني دائما الليتس عندك أبديتي تتشوفي عندك أيش المشاكل تشوف المشكلة وعسرية تلاقيها حل وإذا لم أعرفتها استعيني يعني مش غلط تسألي شطار أنك تسألي من الناس أصحاب الخبرة أنه ميجي دلوكي بالضبط بس أنه أنت تضلك بالبزنس فهي هاي بحسها أنه مشكلة لأنه لأسف ما عندنا طولة بال هيا هاي فكرا نوعنا طولة بال طب اليوم شنو أكثر الأعمال اللي يتجهون لها السيدات هلا بيحبوا المنتجات يعني أكثر هي المنتجات اللي عم بقدموا product not service اللي بتكون المنتجات عندنا المنزلية أو اليدوية بتحس السيدات هون بيكون أكثر مغطين فيها من لما نيجي نحكي الشركات الكبيرة أو المصانع الكبيرة موجودين بس نسبتهم أقل من هاي لأنه طبيعة المرأة بتعرفي يعني بدهم إشي سهل إشي سريع إشي يتنفذ فنونيد ما بيحتاجوا هاي رأس المال الكبير لأنه هي ما بيكون عندها رأس المال الكبير عشان تجد تحليك هالمشروع الكبير أو رأس المال الكبير نعم طب يمكن أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أن النساء يقدمون منتجات وليس خدمات ليش نشوف أغلب السيدات بسبب هذا الموضوع المنتجات لأنه عش سريع أنت تبيع بتشري هلأ الخدمات بديك تشتغل عليها أكتر يعني أنا مثلا آذك أنا كونسلطان أنا ببيع الكونسلتيشن هاي إتسيربس بس بدي بدي أكون شغالة كتير عليها بس لما نحكي أونسبوت إشي سريعا بسرعة بدأت تكون المنتجات وتدبع دارك وسبشيال هلأ إحنا كل إشي سوشيال حتى نسوي شابنج أو تسوق لا صدنا نتجه لموضوع اللونلين نفتح اللافتوب أو التليفون مجرد حطاني الأشياء بسرعة الإلكترونية وصلونا هذا الموضوع قد ساهم فيه نجاح عمل المرأة وتخولها سوق العمل ساهم كثير لأن شوفي قديش عنا مشاريع طلعت عنا بالكورونا ومشاريع عنا نجحت مشاريع وأسماء عنا نجحت فترة الكورونا يعني عرفوا 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 العمل الموجود بالسوق عرفوا النيدي الموجودة واشتغلوا عليها واشتغلوا صح يعني هذول الناس بصراحة ذيقر سمارت بيبول وأنا يعني بحيي الناس لسمارت بيبول اللي بيشوفي وين الفرصة أنك تخديها وتستغليها وتشتغلي عليها مش بتكوني شايفي أنت الفرصة وتتركيها صح هو هذا الفرق اللي نحن بيشوفي مثلا بالريادي وما الريادي الريادي تستغليها اشتغلي عليها استفادي منها واكبري وأنا دايما بحكي بلش صغير واكبري ولا تبلش كبير وتصغري هي هاي الفكرة نعم طيب اليوم يمكن في ظل كثرة هذه الصفحات والأكاونتات والويب سايت اللي تكون للمنتجات بالذات مو الخدمات صرنا نشوف أنه أي سيدة ممكن أو أي شخص اللي يفوت هذا المجال يقول لا مو أكم اليوم واحد غيري إلا أكو ألف واحد غيري يقدم نفس الشي فاليوم هذا الموضوع أنه نحن اليوم ندخل بمجال في كثير من المنافسين هل تكون فرصة نجاحنا أقل مقارنة بمجال جديد ممكن نفوتها هاي المنافسين موجودة موجودة لما نحكي نحن عن سوق العمل اللي كان بالأردن نحن نحكي الماركت عندنا شيرز كان عندنا بالأردن أو خارج الأردن هذا موجود يعني أنت بتوفي المطاعم يعني بتلاقي بنفس الشارع بيأخذ الريفيو صح بالديجيل ماركتنج صح إذا بيأخذ بعمل على الديليفري عنده صح وان تايم صح لما يكون عندك اكشن بلان لما يكون عندك الباي بلان لما يكون عندك البات تبع شغلك واضح من أوليته وما شي عليه وهج ما بتتغير يعني يعني نحن نشوف كثير في أسامي عندك شركات لها اللي بتعمل دعايات وماركتنج وشركات وشركات هذا السؤال هذا السؤال بالذات كلما أشوف إعلان أو دعاية بالشارع لشركة كبيرة ليه بتعمل ليش يتوون ليش يتوون هذو الشركات لأنك عندك أشجال جديدة كمان يعني عندك أشجال جديدة عادي عم سطلع هناك شركات نحن ربين وهي موجودة موجودة يعني عنتي من لونها بتعرفي بالضبط ونشوف لليوم دعاياتهم مالية الشوارع ويدفع عليها ملايين 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 لأنهم بيستهدفوا بيستهدفوا أنت عندك أشجال قاعدة تطلع عندك قاعدة عندك الموينسيت تغير الكولتور تغير الكورونا غيرت كثير فصار بيغير عندك على الموبايل على الويبسايت على السريع يغير ومش تعمل ماركتنج بلدها تعمل على الورد ويد كل أرجاء العالم فتشتغل على هذه اللغة وتشتغل على هذا البلد وتشتغل وتشتغل وكل دعاية عندها تفرق من دعاية يعني الدعاية عند آسيا تكون مستهدفة غير دعاية أفريقية غير غير يمكن نحن نشوف نفس الشركات مرات نفس البرندات ولكن من دولة لدولة أرى اختلاف بنوع الخطاب الذي يتناسب مع المسج الذي يحبين يوصله اليوم موضوع الماركتنج أو التسويق ما قد تسام بنجاح المشروع الماركتنج بالنسبة للمشروع نجاحه الـ 70% دائما أخبرها الماركتنج مثل الشعلة عندك المنزل إذا لم تضع المنزل لديك على الشعلة لا تكبر فالنزل المنزل يجب لديك حاطة هذه الميزانية للماركتنج إذا لم تنجح لديك المشروع نجح بدك تكملي بدك تعمل استمرارية بدك دائما تعمل ماركتنج فنونيد أن الواحد تسليب لازم يكون اكتف إذا كانت شركات كبيرة أو نحكي شركات صغيرة أو شركات نحكي انديبيجيول بدك لا تسليب بدك ضلك اكتف إذا كانت على السوشيال ميديا إذا كان لديك على الويبسايت بدك تكون دائما ويجب لازم بدك دائما يكون عندك مستمرار لذلك موجودين بس بدنا نزيد هذه المستمرار تبعت المستمرار يعني اليوم تكون عندنا قاعدة من الزبائن نحرص على أن نزيدها حتى نستمر بشغولنا وبنفس الوقت نكون وعين لهذا الشغل 24 ساعة وراكزين ننطيم من وقتنا ومن جهدنا بزنس هذا بزنس يعني هذا البيبي بزنس تعريد طفل تبعك بط بط أكيد شكرا جزيلا لك هذه النصائح صراحة ذهبية لتحدمتنا هاليوم وإن شاء الله كل يتابعونا المستفادة منها